السلام عليكم. اليوم ان شاء الله سنشرح لكم المشكلة للعصب الحائر لكي تفهموهم زيان وشنو كيدير في الصحة دي لكم بزاف الناس تقريبا تسعين في المية ولا كتر من الناس غافلين على هاد العصب الحائر وما كيعرفوش الفوائد ديالو والاضرار ديالو على الجسم ديالهم فاش كي وقع فيه شي مشكل او لشي التهاب. سنقرأ لكم من هنا واحد القصة ديال له واحد المرأة صفتات رسالة هذه رسالة عبر الايميل صفتات هال للطبيب ديالها اللي عاونها في تخطي واحد المشاكل الصحية كانوا عندها. الرسالة مكتوبة كما كتشوفوا بالانجليزية سنحاول نقرأها لكم بالدارجة باش تفهمهم زيان. كتقول بان كل شي بداء من حادثة سير وقع لها واحد حادثة سير بالسيارة. سبب لها هاد شي واحد الفتق في الديسك ديالها في الرقبة ديالها. وفي الاسفل الظهر كتعرفوه الحوادث السير كيسببوا وعدة مشاكل في العمود الفقاري لذلك اي واحد وقع له حادثة سير من قبل رايقدر يكون عندي شي مشكل في العنق والدهر دياله. وغاديكونوا كيفسروا الامراض والعلامات اللي كيجيوها في صحته. المهم نكمله. جاتها واحد الدوخة مزمنة يعني من بعد هاد الحادثة سير بدت كتجيها دوخة مزمنة. راسها بحلى خفيف بحلى خاوي كيقول لك الواحد كنحس براسي ماشي ماشي ما متحكمش فراسي يضغي غن طايح ولا شي حاجة. فارغ دهني يعني دماغه ما كيفكرش مزيان وكيجيه بحل بحل واحد الوقت مستقطع يعني ما ما رهش معانا في هاد الحياة. خلل في التوازن آلم في الأدن آلم في الرقبة يعني بزاف دي العلامات. وتيبس في العضلات الرقبة بزاف دي العلامات كانت كتشكي منهم. المهم كتكمل وكتقول مشاكل دي للرقبة ديالي. السببات لي لي إحساس بأن عندي واحد الراس تقيل بزاف يعني كما كيقول كل واحد كتافي تقالين عليها راسي تقيل عليها يعني احتصحتم ما مرتاحش فيها. نشد جهة الرقبة ديالي والرأس ديالي بلدين أولا بشي بشي دعامة للرقبة باش باش نرتاح يعني حيث دكشي كان مؤلم بزاف كان عندها مشاكل في الجهاز الهضمي فاضيعة جدا ارتجاع المارئ سوء الهضم حركة الأمعاء يعني كانت قليلة جدا نادرة يعني كان عندها امساك ما كانش لمصران كي تحرك مزيان وكان عندها حتى مشكل في البلع ما كانت تصرتش مزيان داروا لها يعني تحاليل الراديوات الراديو ديال العرق ديال الدم أندوسكوبي يعني التيو ديال المعداء سيتسكان يعني دكسكانير الكبير وكل شي كان كيقول لها بأنه نورمال يعني فاش كيقراو دك الراديوات وسكانيرات كل شي كيبان نورمال عادي يعني الواحد ما كيفهمش إلا هدوك الديسك اللي بين ثقارات كيبان في اللييرين بأن أنه يعني فتق يعني خارج وقالت بأن كانت منى لو كان كان واحد التيست كيعبر درجات الاكتئاب حيث كتحص براسها مكتئبة بزاف وبقيسة وفاقد الأمل يعني علاش هالشي كل شي نورمال وعندي غيد ديسك وما كان نرتاحش بهذا الأدوية اللي كان أخذ يعني من هاد العالمات كاملين كتكمل وكتقول عندها مشاكل في الجهاز الهاضم اللي مدة سنوات كانت كتب حث يعني على واش حساسية ديال الماكلة واش عدم تحمل اللاكتوز الغلوتين الأوكزالات يعني قاعدك شلي كنسمعه من من الخبراء ديال التغذية ولا الخبراء في المجال الصحي وهد البحث ديالها في هاد الحساسية ديال الأكل وعدم تحمل الأكل أدى بها إلى البحث يعني على الرقبة يعني في المشاكل ديال الرقبة يعني كانت كتب حث كتب حث بزاف حتى وصلت لدرجة أن بعض المقالات كيهضروا على الرقبة والأهمية ديال الرقبة تم مبدأت كتهتم بهذا الموضوع وهيم كتكمل وكتقول يعني الدكاتيرا ديالي كانوا كيبحتوا على الحساسية ديال الأكل وكيعالجوها حيث عندما مشاكل في الهضم ومشاكل في البلع ومشاكل في المصران فكل شي كيقول بأن وقي لاشي مشكل في الماكلة فكيقدوا لي هديما الماكلة ديالها ولكن هاد شي ما كيجيب لها حتى شي حاجة يعني ما مكينش نتيجة وقدرت التغيير في الماكلة ديالها وخطبات مكملات غدائية كانوا كيعونوا في الأول ولكن ذاك شي بحل كييرجع يعني كما كان ما كينش نتيجة مرضية طبعا كما كتقول ما زال فيها الدخاء آلام الرقبة تشنجات ما كتقدرش تحرك رأسها الفوق والتحت كانوا كيعطوها علاجات على الرقبة بدون يعني ربطها بمشاكل الجهاز الهضمي طبع هنا كتقول بأن هي فهمت أن الرقبة عندها علاقة ولكن في الأول فاش كانت كتعالج كانوا كيعالجوا لها الرقبة ديالها يعني كانوا كيعالجوا لها الرقبة ديالها يعني كانوا كيعالجوا لها الرقبة ديالها بغض النظر على المشاكل للجهاز الهضمي يعني الرقبة كيعطوها دواب وحده والجهاز الهضمي كيعطوها دواب وحده يعني بحل ما كيعترفوش أن كينا علاقة بين الرقبة ومشاكل اللي كينا في الجهاز الهضمي ديالها ولكن كتقول بأن مشاكل الجهاز الهضمي ديالها كيتزاد ويسؤون أكثر يعني كتزيد القضية كتتأزم والاختصاصي ديال الجهاز الهضمي ديالها بدأ كيعالجها كأنها مصابة بفشل أو كسل المعيدة واحد المشكل في المعيدة بحل فيها خمول أو كسل يعني ما كتتحركش مزيان ما كتتحضمش مزيان هنا كيشكو بأن وقلع المعيدة ديالها ما كتتحركش مزيان لكشي بشي كي يجيها هاد العلامات كامل في الجهاز الهضمي وهاد غاستروباريزيز كتجي أغلبية عند الناس اللي فيهم السكار حيث كي يقتر لهم على العصب ديالهم الأعصاب ديالهم بالأحرى وهاد الأعصاب اللي غادي للمعيدة ما كيوليوش يخدمهم مزيان فالمعيدة ما كتلقاش ديك السويلة العصبية اللي غا تخدمها فهذه الحركة ديال الطحن وديال الهضم وديال تفتيت الأكل ما كتكونش بوحد كيفية يعني مناسبة فكتبان المعدة بحلة فاشلة يعني مرخية والمكلة كتح عليها ما كتدير ليها والو كتخليها كما كتسمى غاستروباريزيز فالدرجة أن الاختصاصيين ديال المعيدة من قوة مأنها ما كتتعالش شكوا بأن المعدة ديالها سفي بحلة شبه مشلة أو شبه فاشلة كيعطيوها الأدوية ديال هاد الفاشل هادا وكتكمل هنا هادية الفقرة المهمة جدا في التفسير ديال العصب الحائر ثان سمثنغ هابند وكتقول بأن فجأة واحد الحاجة وقعت شنوقع قاة تقول بأن تحتتها واحد ديال الدعامة ديال الرقبة باش الواحد يرتاح خصوصا الناس اللي كي يكونوا وقع لهم شي شي كصيدة مثلا في طريق أو اللا طاح من واحد المكان عالي وجاتوا الدربة في الرقبة يعطوهم ديال الدعامة ديالرقبة باش كتبقى الفقرة ديال الرقبة لهم استقرة تحتتها هديك الدعامة ديالرقبة من شدة الآلم اللي عندها في الرقبة ديالها ودوية لمنفعوهاش لتساعد مع الأشياء فجأة جميع العلامات ديالها الأعراض ديالها بدأت تحسنون جيدا يعني تخيل دعامة فقط على الرقابة حسنت لها جميع العلامات من الدخاء وفراغ الدماغ والمشاكل ديالها والقولون ديالها والإمساك ديالها والاكتئاب اللي فيها والإنزعاج كل شي داك شي تحسن في البحث ديالي الخاص يعني كتحكي هاد السيدة لأنها كتبحت فشنلقات بأن هادشي كامل كان السبب دياله العصب الحائر ودوك المشاكل اللي وقعوا فيه يعني الالتهابات ودوك الانحرافات اللي وقعوا الانضغاط اللي وقع على العصب الحائر من طرف فقرات الرقابة اللي تآدوا لها بسبب الاكسيدة اللي دارت ودبارة كتحاول انها يعني تكونفيرمي هادشي مع نورولوجيس ديالها مع الطبيب الأعصاب ديالها حيث هو الخابير في هاد القضية ديال الأعصاب والدماغ والعصب الحائر وكتمنى انها تلقى يعني شي طبيب اللي غادي يفهم لي هاد المشاكل ديالها وميقول لي هاش بأن ما عندحتشي حاجة وكل شي عندها نورمال حيث ما بغتش ترجع من من اللول ويقول لي هارا كل شي عندك نورمال حتى حاجة ما ما عندك مريضة في صحتك وما زال هاد العالمات كتشكي بهم فهي بمجرد انها ارتحت على هاد ال يعني هاد دعامة ديال الرقابة فمن البحث ديالها طبعا كتعرفوا الأمريكيين كي بحثوا بزاف على أي حاجة وكي بحثوا بوحد طريقة يعني كتوصلهم لنتيجة ماشي بحل نحن العرب يعني كتبحث وكتصدق في شي شعوادات ولا شي تخرباء ما كي مكين فعك موالو هاد يبدأت كتبحث على هاد العلامات مشاوم اللي درت الابدعامة ديال الرقابة وذلك اللي بحث ديالها وصلها إلى أن المشكل غادي يكون في العصب الحائر العصب الحائر شكولي كي يهتم به بزاف كي يهتم به النورولوجيست فغادي تشوف كتقول كنتمنى هاي اي هوب يعني ما كتبغيش ما بغتش ترجع للقديم ذاك الشي اللي وقعش حاله دي كتتمنى أنها تلقى شي نورولوجيست يفهم زيان هاد الفيغيس نورف ديالها هاد العصب الحائر ديالها ويعطيها يعني الشرح يعني مقنع ويقول لها بأن نعم نديروا هاد الراديو ونتأكدوا بأن نرى العصب الحائر فيه مشكل في فقرة من الفقرات ديال الرقابة والتعالج وتلقى رحتها من هاد العلامات كاملين اللي كانت كتشكي بهم بسبب انحراف او لا انضغاط في العصب الحائر اللي جاء من بعد حادثة سير فهد شي كامل قصة طويلة ديال هاد الامرأة هدي يعني اعطتنا واحد الفائدة واحد المعلومة مهمة جدا للناس اللي ما زال ده بك يعانيوا بزاف آآ فيديو موجه لهاد الناس هادو أي واحد عنده شي عالمات ما كيف يفهمهمش ما زال مبرش منهم وخشرب بزاف ديال الدوايات ومشا عن بزاف الاختصاصيين ولو ما زال ما شرحتوه ما زال دوك العالمات ما مشاوليش خصك تشوف شنو هما المشاكل اللي عندك في الرقبة ديالك وفي الظهر ديالك حيث يقدر يكون هادوك اللي ما كيخليوك اشتبره كما كنت كنشرح لكم بزاف دلمرات في الفيديوهات كي اللي كيفهم وكي اللي ما زال ما كيستوعبش هاد القاضية وكيضحك عليها وكيسمين احنا جهالاء ومتخلفين وما كان عارفوش نشرحه ماشي مشكل معليش الحقيقة كاينة سواء انكرها الناس او قبيلها فهد شي في صالحكم وكنت من ان شاء الله هاد الفيديو يعطيك واحد لجرعة امل باش من الواحد الياءس وليفقد الامل في كل شي وكيقولك صافيح تا واحد ما قدري يعالجني ما تيأسش راكين بزاف ديالحواج ما عارفين همش والحمد لله ما اوتيتوا من العلم الا قليلا فالواحد يزيد بحتي 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 والنهار تلقى المشكل ديالك في البلاصة المحددة وتعالجها ان شاء الله من خلال عن طريق شي اختصاصي يعني غادي يفهم لك مزيان المشكل ديالك وترتاح نهائيا وتعيش حياتك بدون مشاكل وامراض وهموم حياتنا قصيرة ما نزيدوش نضيعها بهاد الهموم والآلام والمشاكل والتخمام اللي ما من نحتشف فايدة قلب على المرض ديالك وان شاء الله غا تلقى العلاج الشي نهار السلام عليكم